اشتركوا في القناة في جزء الثاني طيب ياميس في جزء النهاردة هناخد ايه؟ هناخد حاجتين مهمين جدا اول حاجة هننروح في مغامرة علشان نستكشف حاجة اسمها الهولر مانكي هولر مانكي زي ما انتوا شايفين المانكي ده اسمه هولر مانكي فهنروح مع بعض في رحلة علشان نستكشف ونعرف هو ايه الهولر مانكي ده اصلا وبيعيش فين بعد كده هنروح لزمن مهم من ازمنة الانجليش وهو زمن ال Past Simple Tense Past Simple Tense وطبعا عد علينا كتير هو زمن الماضي البسيط فاتعالوا مع بعض يا حلوين نروح لمغامرة الهولر مانكي واول حاجة هنبدأ بيها مغامرتنا هي الكلمات اول كلمة معانا هي كلمة Scientist Scientist نقول مع بعض Scientist وكلمة Scientist من الكلمات اللي مش جديدة علينا خالص لانها عدت علينا كتير Scientist يعني برافو عليكم يعني عالم Scientist يعني عالم بعد كده عندي كلمة تانية وهي كلمة Research 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 يعني بحث Research يعني بحث العالم ده بيعمل ايه؟ بيعمل ابحاث اوكي فكلمة بحث يعني Research بعد كده عندي كلمة Family Groups Family Groups Family Groups يعني مجموعات عائلية Family Groups يعني مجموعات عائلية اوكي بعد كده عندي كلمة ايه؟ كلمة Younger كلمة Younger احنا عارفين ان كلمة Young يعني صغير السن فلما اضف لها ER هتبقى صفة مقارنة من الدرجة التانية اللي قلنا عليها الComparative معناها ايه؟ معناها اصغر سنا من اقول مثلاً Ali is younger than زياد علي اصغر من زياد فكلمة Younger يعني اصغر اوكي بعد كده عندي كلمة Local villagers Local villagers بصوا حلمين كلمة village يعني قرية كلمة village يعني قرية هضف لها ER فهتبقى villager يعني قاروي هضف لها ال S فهتبقى جمع اللي هم القرويين يعني الناس اللي عايشين في قرية وكلمة local يعني محلي فlocal villagers معناها السكان المحليين او القرويين المحليين اللي عايشين في القرية دي بنقول عليهم ايه؟ local villagers local villagers اللي هم سكان المنطقة فكده نكون عرفنا اصل الكلمة جاية من كلمة ايه؟ من كلمة village اللي هي القرية بعد كده عندي كلمة frightened frightened زي ما شايفين البنت دي مالها خايفة او مرعوبة فكلمة خايفة او مرعوبة هي كلمة frightened frightened ودي بنستخدمها اللي هي منتهية بالايدي علشان نوصف الاشخاص صفة منتهية بايدي نوصف بيها الاشخاص فنقول الشخص ده خائف she is frightened يعني هي خايفة بعد كده عندي كلمة hauler monkey hauler monkey ايه حكاية ال hauler monkey ده؟ ال hauler monkey ده نوع من انواع القرود اسمه القرد العواء القرد العواء يعني ايه العواء؟ يعني اللي ايه؟ اللي صوته عالي صوته عالي وبيعوي كده اوكي؟ صوته ايه؟ صوته عالي عمل زي صوت العواء القرد ده بيبقى موجود فين؟ موجود في امريكا فهو نوع من انواع القرود الامريكية اوكي؟ لينا حكاية معا ومغامرة هنخلص الكلمات ونروح لها الكلمة الاخيرة معانا هي كلمة path path كلمة path يعني طريق كلمة path يعني طريق اوكي؟ يلا يا حلوين نقولي الكلمة مرة تانية علشان نروح للمغامرة كلمة scientist يعني عالم we بحث يعني research family groups يعني مجموعات عائلية younger يعني اصغر local villagers برافو عليكم اللي هما القرويين المحليين frightened يعني خائف hauler monkey قرد العواء path يعني ايه؟ يعني طريق او ممر نروح للمغامرة في الريدنج هنلاقي بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا اني my uncle يعني عمي is a scientist and loves animals يعني عمي بيكون ايه؟ بيكون عالم وهو بيحب الحيوانات يبقى he is a scientist يعني هو عالم and loves animals وبيحب الحيوانات when he was younger لما هو كان اصغر من دلوقتي يعني اصغر من سنه الاحداث هتبقى في زمن الباست الباست اللي هو قولنا عليه ايه؟ برافو عليكم قولنا عليه الماضي he traveled سافر a lot in south america for work he traveled يعني هو سافر a lot كثيرا سافر كثيرا في south america اللي هي امريكا الجنوبية for work يعني للعمل او من اجل العمل يعني هو كان بيشتغل هناك he loved it he loved it يعني هو احبها اللي هي مين؟ اللي هي south america امريكا الجنوبية he loved it there ليه بقى؟ because people were very friendly احنا اخدنا في استيشن اللي فات يعني ايه friendly؟ friendly جاية من كلمة friend اللي هو صديق فfriendly يعني ودود يعني شخص كده مرحب وبيرحب بالناس فايه؟ نحب نتعامل معاه فكلمة friendly يعني ودود فهو حب امريكا علشان الناس او البيبول كانوا very friendly and وكمان helped him ساعدوه with his work ساعدوه في الشغل بتاعه الخاص بايه؟ الخاص ب الانيمالز او الحيوانات then about three years ago ومن حوالي ثلاث سنين فاتوا something frightening something frightening نلاحظ هنا ان frightening منتهية بال ing مش ed زي ما اخدناها في الكلمات يا حلوين اللي منتهية بال ed بتوصف الشخص بتوصف الشخص انه خايف اقول selma is frightened selma is frightened يعني سلما خايفة سلما ايه؟ خايفة لكن frightening بال ing معناها انه الشيء مخيف او الحدث اللي حصل ده مخيف اقول ايه the flood was frightening يعني الفيضان كان مخيف فfraightening هنا معناها انه في حدث حصل والحدث ده كان مخيف لانه هنا بيقول لنا ايه؟ something frightening شيء مخيف happened to him happened to him يعني حصل له حصل مع مين؟ مع my uncle عمي and he was lucky he was lucky كلمة lucky برضو اخدناها واخدنا العكس بتاعها كلمة lucky يعني محظوظ والعكس بتاعها ايه يا شاطرين مين فاكر؟ برافو عليكم العكس بتاعها unlucky unlucky يعني غير محظوظ او سيء الحظ فهنا my uncle او عمي was lucky he lived to tell me about it يعني عمي كان محظوظ انه هو عاش علشان يحكيلي ايه؟ يحكيلي عن الحدث او عن المغامرة اللي هنشوفها دلوقتي he was very interested in hauler monkeys هو كان مهتم بالقرد العواء او القرود العواء and wanted to واراد ان اراد ان ايه بقى do some research do some research علشان يعرف انماط عيشة ال hauler monkeys ايه؟ بعد كده بيقول لي a local villager يعني قروي محلي حد من سكان المنطقة told him told him اخبره جاية من الفعل tell يعني يخبر فالماضي هيبقى told him اخبره where there was a hauler monkey family nearby قال له يلاقي فين عائلة او مجموعة لل hauler monkey قريبة من هنا and he was very happy وهو كان سعيد او مبسوط جدا لما سمع انه في ايه في hauler monkey family nearby كلمة nearby يعني قريبة او بالقرب منهم we happy طبعا قلنا سعيد او مبسوط but ولكن the villager اللي قلنا عليه the local villager also said قال برضو tomorrow يعني غدا بكرة يعني we are going to have a lot of rain so it could be unsafe يبقى كده ال villager قال له حاجتين قال له اننا في hauler monkey قريب من هنا ويب كده كان الانكل او العم كان very happy مبسوط لكنه قال له التحذير قال له ايه قال له انه بكرة we are going to يعني هيبقى عندنا سوف ايه سوف يكون يكون ايه بقى rain وكمان مش مطر قليل لا a lot of rain الكثير من المطر ولذلك الموضوع هيكون unsafe unsafe غير امن طب لو عايز اقول كلمة تانية غير unsafe علشان نقول غير امن او خطير هتبقى كلمة ايه يا شاطرين ها حد يقول لي سمع حد ممتاز جدا بيقول لي dangerous برافو عليك شكلك مركز في السيشن اللي فات لاننا في السيشن اللي فات قلنا كلمة unsafe عكسها safe امن unsafe تساوي dangerous unsafe يعني غير امن مساوية لكلمة ايه مساوية لكلمة dangerous يعني خطير يبقى كده هو حذر وقال له ان الوضع هيبقى خطير يا ترى عمه هيروح ولا مش هيروح تعالوا نشوف بيقول لي my uncle sit out to look for the holer monkey family عمه ما اهتمش بالتحذير we sit out انطلق يبحث عن ال holer monkey sit out يعني ايه انطلق look for يعني يبحث عن look for يعني يبحث عن يبحث عن مين ال holer monkey family عائلة قرد العواء and soon وقريبا يعني he was deep in the jungle he was deep in the jungle يعني تعمق في اعماق الجنجل جنجل يعني ايه جنجل يعني الغابة او الادغال طيب ايه الفرق بين جنجل وايه الفرق ما بين زو زو اللي هي حديقة الحيوانات اللي احنا بنروحها بنلاقي فيها حيوانات ولكن الحيوانات دي بتبقى ايه حلوين بتبقى محكومة وبنلاقيها في القفص وممكن نتعامل مع بعض الحيوانات اللي موجودة فيها زي ايه انما الجنجل دي ايه الادغال اللي بتعيش فيها الحيوانات المفترسة اللي ماينفعش نقرب منها فعمه خد الرزق او المخطرة وراح الجنجل او الغابة دي او الادغال وكان was deep يعني تعمق او كان في اعماق الغابة طب يا ترى ايه اللي هيحصل تعالوا نشوف مع بعض بيقول لنا he could hear كان قادر يسمع the monkeys and he looked up كان قادر ايه يسمع اصوات اللي هي قرود العواء لان طبعا اصواتها عالية جدا وتعتبر من اكتر الحيوانات اللي صوتها عالية علشان كده اتسمت قرد العواء علشان الصوت العالي اوكي and he looked up نظر الى ايه نظر الى الاعلى he knew هو كان عارف he was very close to them هو عارف ان هو قريب جدا منهم then the rain started وحصل اللي حزروا منه ال local villager اللي هو ايه الامطار the rain started بدأ ايه بدأ المطار it was very heavy rain كان مطر غزير جدا was very heavy rain كان امطار غزيرة soon يا طرق هيتصرف ازاي بيقول لي soon there was water everywhere وبسرعة كده المية كانت ايه كانت مليا المكان وكانت everywhere everywhere يعني كانت في كل مكان and he couldn't and he couldn't وما كانش قادر see the path ما كانش قادر يشوف الطريق to go forward or back ما كانش قادر يشوف الطريق لا قدامه ولا وراه يعني لا قادر يتقدم ويطلع لقدام forward ولا قادر يرجع ليه الخلف اللي هو back يبقى كده الطريق كانت مسدودة سواء قدامه او وراه بسبب المية اللي بقت موجودة في كل مكان suddenly فجأة lots of water الكثير من المياه came towards him came towards him يعني جت نحيته او جت باتجاهه على اتجاهه and carried him away down to the river وكمان جرفته او حملته بعيدا للنهر اوكي يبقى هو كده ايه هو كده ممكن يغرق يبقى المطرة ومياه الامطار كانت كتيرة جدا لدرجة ان المطر سحبه او المية سحبته لتحت عند الريفر او النهر طبعا يا طرق احساسه هيبقى عامل ايه طبعا هيكون خايف جدا وزي ما انتوا شايفين هنا بيقول لنا he was very frightened خايف جدا زي ما انتوا شايفين في الصورة suddenly وفجأة he saw a hand he saw a hand يعني شاف ايد and someone وشخص ما was shouting was shouting shouting يعني يصرخ او يصيح زي ما يكون حد ايه يطرى حد غرقان معاه ولا حد بينده عليه علشان ينقذه تعالوا نشوف it was the villager فاكرين اللي قال له على مكان الهولر منكي وفي نفس الوقت حذره اه هو ده ال local villager اللي بنتكلم عليه يا طرق انا عايز ايه ال local villager ده تعالوا نشوف بيقول لي he talk اخذ uncle's hand اخذ ايده and said وقال له now you are safe الان انت بامان يبقى كده local villager سحبه من المية وانقذ حياته وهو دلوقتي ايه very safe امن جدا my uncle was very happy indeed وعمي كان مبسوط بالفعل كلمة indeed يعني حقا او بالفعل طبعا كان مبسوط لاني villager او الساكن المحلي ده او القروي انقذوا من الغري وبكده تكون انتهت حكايتنا ومغامرتنا مع الهولر منكي بعد كده يا حلوين هنروح لتصريفات الكلمات تصريفات الافعال الخاصة بزمن ال past timble او زمن الماضي البسيط هناخد تصريفات الافعال المنتظمة وتصريفات الافعال غير المنتظمة اول حاجة عندي irregular verbs ودي سهلة وبسيطة جدا هنعمل ايه يا حلوين هنضف لها d او ed او ied على حسب النهاية بتاعتنا فعندي اول verb start يبدأ الماضي started يعني بدأ وخلص كمان look looked miss missed try try طبعا منتهية بال y وال y في قبلها حرف ساكن فاللي انا هعمله هعمل ايه هقلب ال y ل i وهضيف ed فهتبقى tried اوكي طيب عندي smile smile يبتسم منتهية بحرف ال i فمش هضيف i تاني لا هعمل ايه هضيف ال d بس فهتبقى smile smile happen happened travel traveled اوكي يبقى كل الافعال المنتظمة هضيف لها يا اما d يا اما ed يا اما ied ولكن هبص الفعل منتهي بايه علشان احدد النهاية بتاعته هتكون d ولا ed ولا ied نروح بعد كده او الافعال غير المنتظمة ودي طبعا الافعال اللي لازم نحفاظها اول فعل عندي هو lose lose يعني يخسر او يفقد lose يعني يخسر او يفقد الماضي lost set يجلس الماضي sad جلسة leave يغادر الماضي lift بعد كده go يذهب الماضي went ذهب do يفعل الماضي did tell يخبر الماضي told no يعرف الماضي new وكده نكون انتهينا من irregular verbs والirregular verbs وما ننساش طبعا نحفظ irregular verbs او الافعال غير المنتظمة نروح بقى ل expressions و prepositions طبعا في expressions او تعبيرات كتيرة كانت موجودة في reading محتاجين طبعا نركز فيها ونحفظها علشان نتعود عليها ويبقى سهل بالنسبة لنا اننا نعرف معانيها اول حاجة go back go back يعني يعود go back يعني يعود interested in interested in يعني مهتم بي اوكي look for look for يبحث عن carry something او someone النقط دي معناها يحمل شيء او يحمل شخص away down to يحمل شخص بعيدا عن اوكي زي ما قلنا ان المطر حمل او carried my uncle away down to the river يعني حملوا المطر بعيدا الى ايه الى النهر come towards يأتي باتجاه sit out sit out يعني انطلق لما قلنا عمي انطلق بحثا عن الهولر monkey go forward go forward يعني يتقدم للامام nearby nearby ما فيش فاصل ما بين near nearby معناها بالقرب من nearby يعني بالقرب من all over Egypt يعني في كل انحاء مصر وكلمة heavy rain يعني امطار غزيرة امطار شديدة اوكي نقول عليها heavy rain يبقى نقول الexpressions مرة تانية go back interested in look for carry away down to come towards sit out go forward nearby all over Egypt heavy rain كده نكون يا حلوين انتهينا من الدرس ونروح للgrammar الgrammar طبعا مهمة جدا لانها بتتكلم عن زمن من اهم الازمنا في الانجليش وهو زمن الماضي البسيط والزمن ده عد علينا كتير فيه سنة ربعة وبنستخدمه وبنحل عليه كمان اسئلة وبيجي لنا في الامتحانات طبعا طيب زمن الماضي البسيط بنستخدمه في ايه الماضي البسيط بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا اوكي يبقى احنا بنستخدم زمن الماضي البسيط علشان نتكلم على حاجات كتيرة اول حاجة منهم ايه شيء حصل مرة واحدة اوكي يعني ذاتة مرة يعني حدث حصل وما تكررش تاني زي ايه مثلا انا زرت بيتها لما كان عمري خمس سنين يعني ايه ذاتة مرة يعني مرة انا زرت بيتهم اوكي يبقى ده حدث في زمن الباست ممكن نستخدم ايه زمن الباست لما نكون عايزين نقول ان في شيء حصل معانا مرة واحدة بس اوكي طيب لو حاجة حصلت كزا مرة هنعمل ايه هنستخدم لها برضو زمن الباست سيمبل شيء حصل اكتر من مرة او كزا مرة في زمن الماضي زي ايه يعني احنا كنا بنروح لبيت عمتي او خلتي كل صيف اوكي وهنا كلمة ماي غلطة كيبورد مش ميو هي مواي يبقى ماي مواي احنا كنا بنروح ليه بيت خلتي او بيت عمتي كل سيف اوكي يبقى دا شيء كان بيحصل في الماضي مرات عديدة يبقى لو الحدث حصل مرة هستخدم الباست سيمبل ولو الحدث حصل اكتر من مرة هستخدم برضو الباست سيمبل يبقى كده احداث في الماضي بدأت في الماضي وكمان انتهت فهستخدم لها فهستخدم لها الباست سيمبل طيب هل انتهت الاستخدامات على كده لا طوعا الاستخدام اللي بعد كده قال لي something that was true شيء كان حقيقي او كان صح يعني for some time in the past شيء كان بيحصل في وقت معين في الماضي او شيء يعني كان حقيقة في وقت معين في الماضي او في سن معين من حياتي زي ايه يعني لما هو كان طفل كان بيحب انه هو يعيش في شقة جدته اوكي يعني دي حقيقة لما كان طفل كان بيحب يعيش مع جدته حقيقة في فترة معينة من فترات حياة الانسان في الماضي اوكي يعني برضو في الاول وفي الاخر حدث كان في الزمن الماضي ولكنه انتهى بعد كده بيقولي بنستخدمه مع تعبيرات go expressions with ago expressions with ago يعني ايه ago ago يعني مضت يعني لو عايز اقول three years ago معناها منذ ثلاث سنوات من ثلاث سنوات عدوا اوكي زي ايه i met here in cairo two years ago يعني انا قبلتها في القاهرة من سنتين فاتوا يبقى كلمة ago معناها مضت او ايه او عدت يعني او فاتت i met here in cairo two years ago formation يعني ايه formation يعني التكوين يعني الزمن ده بيتكون من ايه الزمن ده طبعا بيتكون من التصريف التاني للفعل طيب لما نيجي نكون جملة اصلا بنكونها زي بنكون الجملة اول حاجة subject الفاعل وبعد كده الفاعل وبعد كده المفعول قال لي subject ممكن استخدم فاعل اللي هو اني اذكر اسم الشخص او اني استخدم ضمير فاعل يعبر عن اسم الشخص او الشيء اللي هو في الاول الفاعل بعد كده عندي verb اللي هو الفاعل هستخدم second form او التصريف التاني من الفعل التصريف التاني من الفعل يا اما هيكون فاعل منتظم اضيف له d او ed او i ed وهنتكلم عنده دلوقتي او فاعل شاز وده نحفظه زي ما هو ولكن المطلوب مني ان انا اعرف شكل الجملة بيبقى عامل ازاي فاعل 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 طيب نروح ال regular verbs او الافعال المنتظمة اوكي الافعال المنتظمة قلنا الافعال اللي بنضيف لها d او ed او i ed على حسب نهاية verb زي lock ينظر اوكي ده مش منتهي باي نهاية من النهايات اللي قلنا عليها اللي هي ايه النهايات اللي قلنا عليها يعني مش منتهي ب y علشان اقول هاضيف له هنقلب ال y i وهاضيف له ed اوكي ومش منتهي بالنهايات اللي لازم اضيف فيها ed زي ايه زي مثلا c h وال s h وال o وال x وهكذا اوكي فاول حاجة lock هيبقى الماضي بتاعها locked هاضيف ed lock locked بعد كده عندي live 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 يعني يعيش live منتهي اصلا بال e اوكي فانا كده مش هاضيف ال e واضيف d يعني مش هاضيف ال e دي لا كل اللي انا هعمله ان انا هاضيف ال d بس لانها هي اصلا فيها ال e جهزة يعيش عاش بعد كده عندي النوعية اللي بعد كده اللي هي منتهية ب y وال y فيه قبلها حرف ساكن يبقى لما لاي ال verb او الفعل منتهب y هشوف ال y قبلها حرف ساكن ولا حرف متحرك والحروف المتحركة قلنا عليهم اللي هما ال a وال e وال i وال o وال u اوكي ال verb منتهب y قبلها حرف ساكن هعمل ايه هقلب ال y ل i واضيف ed اوكي طيب لو ال verb منتهب y وال y قبلها حرف متحرك الحرف المتحرك قوي مش هيخليني زي ما هي وهضيف ed بعد كده هناخد مثال زي ايه we played football in this part last week we played يعني احنا لعبنا الحدث حصل في الماضي وانتهى احنا لعبنا وخلصنا we played football in this part last week يعني احنا لعبنا فوتبول في هذا المنتزه او هذه الحديقة الاسبوع اللي فات يعني حدث حصل وي خلص بعد كده irregular verbs او الافعال غير المنتزمة وقلنا نحفظ الجملة دي تحفظ كما هي مش هعمل فيها اي تعديل ولا هخترع فيها اي اختراع كل المطلوب مني ان انا احفظها احفظها بايه احفظها بقى بالورقة او القلم اكتبها كذا مرة احفظها بالتكرار ايه المهم انها تتحفظ اول حاجة go الماضي went في افعال بقت كده مشهورة خلاص مش محتاجين اننا ايه اننا نركز معاها علشان نحفظها هي خلاص كده تحفظت من كتر معدت علينا go went see so go يذهب الماضي went ذهب see يرى الماضي so do يفعل او يعمل الماضي did yesterday بالامس i had a really good time بالامس انا كان عندي ايه او قضيت اجازة لطيفة اوكي يبقى weak end يعني اجازة او عطلة yesterday i had طب هاد يا حلوين الماضي من ايه هاد الماضي من have هاد الماضي من ايه الماضي من have بعدين هنروح للنجاتف النجاتف اللي هو النفي يعني عايز اقول ان الحدث ده او الحاجة دي ما حصلتش هستخدم ايه هستخدم النجاتف او النفي النجاتف او النفي ده بيكون باستخدام الفعل المساعد الخاص بالزمن والفعل المساعد الخاص بالزمن ال past symbol او الماضي البسيط هو didn't هو ايه didn't did زائد not فهتبقى didn't شكل الجملة هيكون عامل ازاي هيكون subject او الفاعل او ضمير الفاعل في الاول وبعدين didn't ولكن بعد didn't لازم الفعل يكون في المصدر يعني الفعل مش هيكون regular ولا irregular هيكون في المصدر الشكل الاول للفعل تعالوا يا حلوين نشوف الامثلة انا لم ارسل ايميل الى صديقتي الاسبوع اللي فات هنيجي نشوف صيغة النفي او النجاتف هنلاقي ان الفاعل او subject اللي قلنا عليه i انا وبعدين didn't ماشي وبعد كده send send يعني ايه يرسل واخنا خدنا ال past بتاعها ايه sent ال d هتتقلب ل t sent اوكي i didn't send ده في العادي i didn't send i didn't send انا لم ارسل يبقى كده send التصريف الاول للفعل او ال infinitive ماينفعش اقول i didn't send ماينفعش بتين لازم تبقى ايه لازم تبقى الشكل الاول للفعل اللي هو send اوكي بعد كده he didn't study his lessons yesterday هو ما ذاكرش الدروس بتاعته بالامس يبقى الفاعل he وبعدين didn't النفي وبعدين study اللي هو التصريف الاول للفعل او ال infinitive يذاكر his lessons دروسه بالامس واخيرا he didn't go he didn't go she didn't go she didn't go ما قلتش طبعا she didn't went لو كتبت له she didn't went او اخترت له she didn't went هتبقى الايجابة بتاعتي غلط جدا وهيتقال علي ان انا ما فهمتش زمن الماضي البسيط المفروض she وبعدها didn't وبعدها الفعل في المصدر اللي هو go يبقى she didn't go to the beach last summer هي مراحتش الشط الصيف اللي فات اوكي بعد كده يا حلوين هنروح للkeywords او الكلمات المفتاحية والكلمات المفتاحية دي قلنا هي كلمات بتبقى خاصة بالزمن بتعرفني ان الجملة في الزمن ده او الكلمة معانا من الكلمات الدلة على زمن الماضي البسيط هي كلمة yesterday كلمة yesterday من الكلمات المشهورة جدا ومعناها امبارح او بالامس اقول مثلا I watched a good movie yesterday بالامس اتفرجت على فيلم كويس بعد كده عندي كلمة ago وكلمة ago معناها مضت او عدت اقول I didn't see here انا ما شفتهاش three years ago من ثلاث سنين عدوا او فاتوا بعد كده عندي كلمة last ممكن اقول last night يعني الليلة اللي فاتت او last week الاسبوع اللي فات او last year السنة اللي فاتت وهكذا بعدين كلمة in the past in the past يعني في الماضي اوكي بعدين كلمة once once ذات مرة او في مرة من المرات لاننا قلنا بنستخدم الزمن ده لما يكون معنا حدث حصل مرة واحدة بس وبعد كده كلمة when when يعني عندما اقول مثلا when I was young لما كنت صغير I couldn't walk ما كنتش قادر امشي بعد كده عندي in وبعدين فترة او زمن او سنة عدت يعني مثلا اقول 2019 2018 1990 وهكذا يعني in لازم اجيب بعدها سنة فاتد اقول مثلا in 2019 I was in Cairo في 2019 I was in Cairo انا كنت في القاهرة وبعد كده عندي كلمة this morning this morning هذا الصباح ممكن اقول this morning هذا الصباح I met an old friend this morning I met an old friend يعني هذا الصباح انا قبلت صديق او صاحب قديم ليا وكده يكون الكيووردز خلصت ويخلص معاها درسنا ونتقابل بإذن الله قريب جدا في الدرس التالت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته